موسيقى السلام عليكم ازايكم يا رب اكونوا بألف خير ده الجزء الخامس من طريقة عمل كتب مصورة بالورق المقوى سلسية الابعاد مثل حجرات المنزل ده شكلها بعد ما احنا خلصنا الاربع حجرات بتاعة المنزل الحمام والمبخ وحجرة المعيشة وقضة النوم والنهاردة هننفذ اخر جزء اللي هو جزء المبخ وبردك هنتناقش في عيوب الشغل ايه اللي قابلني في الشغل ونبدأ نحل ونعالج نواحي الكسور والضعف في قلب الشغل بتاعنا بجيب ورقة ابيض كنسون مقاس 40 في 40 وبطويها مرتين بحيس ان هي تديني اربع مربعات باجي على نص من النصين وبشقه بالمقص بعمل مربعين باجي على الجزء اللي انا مقصتش فيه بالمقص ببدأ اعمل فيه شباك مقاس الشباك حوالي 8 في 10 سنطي طبعا وانا برسم الشباك براعين الجنبين يبقى قد بعض بعمل خط داخلي في الشباك بيبقى حوالي 3 ميلي او 2 ميلي داقل ما يدور حوالين الشباك من الداخل ببدأ الون الشباك اللي هو الخط الداخلي اللي انا عملته بلونه باللون البني الفاتح وبعدين بحدد اللي انا لونته بالقلم الاسود الجاف وبعدين بلون المربعات باللون الاصفر بحيث ان هي تديني كأنها اضاءة خارجة من المنزل باجع الجزء اللي جنبه اللي هو المربع لجنبه وابدأ اعمل خطوط بالطول اه وخطوط بالعرض بحيث ان هي تديني اه مربعات كأنها اه البلاط بتاع اه المبخ وبمد الخطوط للمربع اللي تحته بحيث ان هي دي هتبقى اه الارضية بتاعت اه المبخ دي الحيطة ودي الارضية بعملها باللون اللبني وبعدين بلزق اه المربع اللي هو هعرض عليه الشغل اللي هو الارضية على اه المربع التاني وبعدين اه اه بطوي اه مربع اللي هو الارضية على شكل اه اه مسلس بعملو من بطول بره الاول وارجع تاني اه اتني من جوه برجع تاني اه التاني اللي انا اه تنتها لجوه وطلحها اه تاني لبره بجيب اه 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 جنب من اللي هو الجنب اللي هو البلطات اللي هو اه الحيطة بتاعة المبخ اه بجيب كرتونة على قد اه المقاس بتاعها وابدأ اه 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 الزقها وبعدين بحط اي حاجة تقيلة بحيث ان يتتلزق كويس ده مقاس اه المبخ خمستاشر في واحد وعشرين وقسمة زي ما هي ظهرة على الشاشة بجيب اللي هو الجزء الاولاني اللي هو فوق بعمل لي اه حوالي اه ثلاث دولف اه ضلفتين كبار وضلفة زغيرة في النص بعمل خط داخلي للشكل بتاعي حوالي ثلاثة ميلي او اتنين ميلي بلونه باللون الرصاص الاول وبعدين بلون الارضية الشكل بتاعي باللون اللبني اللي هو ارضية المبخ بعمل الجزء ده في اه ثالث مربع من التقسيمة بتاعتي اللي هو بعد اه اللي هو بعد الاربع ونص واربع ونص وبعدين بعمل مقابل بلون اه بصلي وبعدين بلزقها على بعضها ديه الجزء اللي انا بلونه ده اللي هو السقف بتاع اه المبخ وبعدين بلزقهم على بعض بعمل آه الجزء ده نفس مقاس الجزء اللي انا عملته الاولاني نفس المقاس باجي على المربع التاني برسم فيه العيوم بتاعة البدجاز والحوط والمربع آه التاني بابدأ اه اه اكامل فيه آه شكل البدجاز وبعمل فيه دولاف للمبخ ودرجه بعمل حوالي آه خط داخلي حوالي اتنين او تلاتة ميلي آه عند كل آه مربع انا رسمه وبلونه باللون الرصاصي المربع الاولاني اللي باع اللي في المستطيل التاني اللي اللي هو الضلفة الصغيرة ديت المفروض ما كانتش دي غلطة المفروض ما كنتش عملتها باللون آه اللبني ما عملتاش خشب يعني آه المفروض دي بقيت الرخامة بتاعة الحوض والبدجاز بلون البدجاز العيون بتاعته والبتاع والازاز بتاع البدجاز والمقابط بتاعته باللون السلفر اللي هو الرصاصي وبقيت الارضية باللون الاسود دي الغلطة بتاعتي المفروض ده كانتش يتلون باللون البني دي الادراك بكمل آه الخط اللي هو الداخلي باللون السلفر اللي هو الرصاصي والحوض باللون السلفر وبعمل آه نقطة سودة اللي هو الصفاية بتاعت الحوض المقابط باللون البصري ده الرخامة هيت بعملها باللون البني الفتح مقسمة طبعا الجزئين ده متمقسمين من عند الحوض عشرة سنتي ومن عند البدجاز خمسة سنتي باجي عند كل خط انا عملته باتني بالمسطرة من قدام الاول وبعدين آآ برجع اتني آآ لبر بعمل كده بردك آآ في آآ الجزء التاني باتني عند كل خط آآ انا عملته آآ باتني لجوه وبرجع اتني لبر طبعا احنا بنعمل لازم نراعي المستطيلات ان هي مستطيل بيتلون التاني ولا التالت ولا الرابع ودايما بلزق من عند آآ 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 آخر رقم اللي هو اقل رقم موجود اللي هو التلاتة يبقى انا كده عملت جزئين آآ بتوع المطبخ ده مقاس التلاجة حوالي خمسة في التسعة وتلاتية مقسمة الى خمسة وتلاتاشر وخمسة وتلاتاشر وتلاتة بلون ده اللي هو بعد التلاتاشر اللي هو مربع المربع اللي هو خمسة سنتي بلونه باللون آآ اللبني طبعا انا مقسمة الجزء اللي هو التلاتاشر مقسمة آآ اربعة اربعة وآآ حوالي آآ تسعة اللي هو التلاتاشر اللي هي هتبقى آآ الباب بتاع الفريزر وآآ باب التلاجة وباجي الزق عند آآ الوقم اللي هو تلاتة دي السجادة عملتها على وردات على شكل مسلس دي بقى حاجات مكاملات في المطبخ زي البراط والخلاط بتاع المية وقطعت الخضار ببدأ ألزق آآ آآ الشكل بتاعي ولزقت السجادة وبحاولنا انا اطويها بحيث ان اتأكد ان هي تتفرب بسهولة بتجيب بقية آآ الحجرات اللي انا عملتها وبلزق فيها حجرة آآ المطبخ باول الشغل خلص كنت لازق تلاجة وحتة خشب آآ مطبخ جنبها طبعا اللي يعمل الشغل ده ياريت آآ ما تيجي آآ تنفذ الشغل ده ما تستخدمش الكارتون اللي انا على زقته في كل قوضة آآ لان ده بيعمل صعوبة شوية في آآ فاتح وتاني آآ الشكل بتاعي يفضل ان احنا نستخدم الورق بس يعني الورق الكنسل وبس ما نستخدمش كارتون ولا نلزق كارتون دي اول عيب في الشغل اللي موجود قدامي تاني حاجة الغلاف بتاع الكتاب اللي انا عملته آآ طلع اكبر من التصميم اللي انا عمله اللي انا عمله للحجرات آآ فلازما آآ غلاف الكتاب بيبقى بالزبط على قد آآ تصميم الغرفات اللي انا عمله ما يبقاش في حتة اكبر من الغرفات اللي انا عمله او الورق اللي انا عمله يعني دي تاني حاجة ان احنا نعمل غلاف الكتاب قد الورق اللي احنا بننفذ عليه الشغل انا هنا ببدأ آآ ألزق بقى الغرفات بتاعتي في غلاف الكتاب طبعا حدتها بالقلم الرصاص الاول مكانها وبعدين بلزق في المكان اللي انا حددت فيه تالت حاجة طبعا احنا بنستهدم هنا ورق كنسون الورق كنسون حلو كل حاجة بس اللي احسن منه الورق الفبريان بيبقى مقوى شوية عن الورق الكنسون بلزق من الجيتين وكده شكل الكتاب بعد ما خلص بفتح الغرفات بتاعتي بكل سهولة وبتنيها بكل سهولة طبعا لو احنا عملناها برضك بالورق بس بتبقى اسهل من كده كمان باقفل الكتاب عادي بسهولة برضك ويبقى كده شكل الكتاب بعد ما خلصنا بعمل تقفيلة للكتاب بحيث ان انا اقفل الكتاب على بعضه بجيب شريط من الساتان وحط عليه وردة فوم ابيض مقطعها بقطعت الفوم على شكل ورد وبعمل برضك في الجهة التانية بنفس الطريقة بلزق الساتان الاول وبعدين الوردة بتاعتي اللي هي وردة الفوم طبعا ده اخر الفيديو يا رب يعجبكم وما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس حتى ايتيكم كل جديد اشتركوا في القناة